تعال روح لك الجزاء حسين تاو الرجل بضحك عليك بجد بشكل غريب جدا 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 وايضا الفارلا متدخل تعال قولي تاو عملية كابتن في الليها بديئ تاو حط رجليه بس والتاني استغل التلامس البسيط يا كابتن ايمن هنا انا حط رجليه التاني حجز بس لبس لبسه بني حط رجليه جوه وعمل السكوت يعني مسل الحالة ماشي بالسكوت في تلامس اه في تلامس ماشي بس الفار فيه كابتن انا قلت لك الفار شخصية ضعيفة سيمون حكم عدار كاس عالم عدار نهاية اوروبا اعتقد هو يعني الفار اقل منه خبرة فلما بيحسب ديئة الفار لا يجروا ان هو يجيبه خلاص هو بيأمن على القرار ولكن انا متكلم النهاردة لكن الجزاء القرابة لا متحتسب قرار مؤثر في نتيجة المباراة لكن الجزاء النهاردة على بيرس يتاول اللي هو ما عملش حاجة كابتن شريف ان انا حطيت رجلية والرجل استغلت تلامس البسيط وعمل السكوت وبالتالي حسب راكل الجزاء والفار ما راجعوش فيها بشكل عام ولا الفار موجود النهاردة ولا الحكم بصرف يعني النتيجة كابتن ايمن انا ما بكلمش على الاداء النادي الاه ولكن انا بقول لو النهاردة انت اديتني حق في ديئة 6 براكل الجزاء ممكن تيجي الامور كانت اتغيرت تماما انا شايف النهاردة قررت مؤثرة في نتيجة المباراة هو سبب رئيسي هو والفار في خروج الاهل من دور الاربع نتمنى بقى المصر اللي جاي اعتقد هو مش هيحكم تاني يعني ولا هيحكم النهائي ولا هيحكم تالت ورابع تالت ورابع يعني اتمنى المصر اللي جاي ان شاء الله يكون في حكم على مستوى المباراة شكرا